السلام عليكم معكم دري احماتيك اليوم لدينا تعدين جديد على منصة GetIO تطرقنا إلى هذه المنصة السابقا بالنسبة لطريقة إنشاء حساب وتأكيد الحساب فطريقة بسيطة جدا يمكنك متابعة الفيديوهات أسفل صندوق الوصف إذن حتى نقوم بتعدين عملة CATS على هذه المنصة فقط نقوم بالدخل إلى الحساب الخاص بنا ونتوجه مباشرة إلى أكسب بهذا الشكل سوف تجد لديك هنا بهذا الشكل أنت في الأول سوف تجدها كسب بهذا الشكل إقراض اكتتاب ولديك هنا Start Mining قم بالسحب بهذا الشكل حتى تصل إلى هنا Start Mining أو البدء بالتعدين سوف تجد لديك هنا بعض العملات يمكنك تعدينها إذن نحن سوف نقوم بربح عملة CATS أو تعدين عملة CATS بالنسبة لتعدين مدة التعدين لمدة سبعة أيام انطلق اليوم بقيت ستة أيام وخمسة عشر ساعة ينتهي يوم خمسة عشر أكتوبر إذن لمن أراد استغلال الفرصة وربح عملة CATS بشكل مجاني من خلال تخزين عملة CATS نفسها أو من خلال تخزين عملة GTIO عن نفسي شخصياً أنصحك بتخزين عملة GT يعني عملة منصة GT إذن نقوم بالضغط هنا على قم بالتكديس الآن بهذا الشكل إذن كما ترون بما أنه لدينا أقل من الحد الأدنى للتخزين يجب علينا شراء عملة GTIO من أجل التخزين إذن نقوم بالضغط على شراء ينقلنا مباشرة إلى خانة التداولات وتظهر معنا عملة GT مقابل USDT نحن لدينا سابقاً رصيد من USDT سوف نقوم بشراء عملتين من عملة GT إذن تركناها نحن هنا طلب حدي هذا هو السعر نقوم بكتابة الكمية بهذا الشكل نحن سوف نقوم بشراء عملتين كما ترون هذا هو السعر هاتين العملتين وسعرها يختلف سواء تقوم بشراء مباشرة بالسعر الذي تحدده أنت أو تقوم بالضغط بهذا الشكل وتقوم بالاختيار السوق الذكي سوف يشتري لك بأقل سعر نحن سوف نقوم بكتابة هنا عملتين تقريباً تعادل 18 سوف نقوم بكتابة نحن هنا 19 يعني 19 دولار سوف تأتينا عملتين وبعض الأرسد إذن نقوم بالضغط على الشراء بهذا الشكل إذن كما ترون تم وضع الطلب بنجاح إذن كما ترون حالياً تم تنفيذ الطلب إذن تم تنفيذ الطلب بشكل عادي جداً إذن نعود من أجل القيام بعمليات التخزين أو نعم التخزين نقوم بالضغط هنا على مجمع GT نقوم بالضغط على تكديس إذن تم التكديس بنجاح إذن تم التكديس بنجاح نقوم بالضغط عليها بهذا الشكل قم بالتكديس قمنا بالتعدين إذن هذه هي طريقة التخزين أو تعدين عملة GT لربح عملة كاتس لمن أرد المشاركة في هذا الاكتتاب سوف تجد باقي التفاصيل أسفل صندوق الوصف سواء رابط المنصة أو طريقة تأكيد الحساب وإلى ما غير ذلك نلتقي في موضوع آخر السلام عليكم